خلونا نروح على السريع على النادي الاهلي فرع الجزيرة وهي موجودة هناك زميرتنا العزيزة سالة حامد عشان تولينا ايه الجديد في فرع الجزيرة وباقي افرع النادي الاهلي المختلفة صباح الفل عليك يا سالة تفضلي احنا سمعينك صباح الخير يا كريم وطبعا بصبح عليك انا هاوندو على كل مشاهدي ومتابعي شاشة القناة ندرهلي في كل مكان يوم جديد وحلقة جديدة من عشر الصبح في الاهلي وكالعادة يعني طبعا زي كريم ما انت قلت حاليا انا موجودة داخل مقار النادي الاهلي بالجزيرة عشان ننقلكم كل الامور والاخبار المتعلقة بجميع الفرق الرياضية المختلفة داخل النادي الاهلي وخليني اقول لكم ان مبارح يعني كان يوم اهلاوي مميز في جميع الالعاب الاخرى يمكن كان فيه مبارح ثلاث مباريات يعني لكرة السلة لكرة طايرة رجال وسيدات وقدرنا فيهم ان احنا نحقق يعني فوز مهم فيه جميع المباريات يمكن خليني ابتدي معاكم بالفريق الاول لكرة السلة رجال واللي قدروا ان مبارح هما يحققوا فوز مهم على مصر التأمين في تاني مباراة ليهم من مرحلة The Best of Five او الدور التمانية من بطولة دوري السوبر اللي هي كرة السلة يمكن ان مبارح قدروا رجال السلة بعد اداء قوي واداء متميز او مميز لجميع اللاعبين النادي الاهلي ان هما يحققوا الفوز على مصر التأمين بنتيجة 81-46 ودي كده تاني مباراة كده فاضل مباراة واحدة بس لي الفريق الاول عشان يتأهلوا بشكل رسمي للمرحلة القادمة وهي السيمي فاينل او الدور النصف النهائي من بطولة دوري السوبر ويمكن اخر مباراة ان شاء الله او تالت مباراة يعني مقرر هتقام يوم الخميس المقبل ولكن على صالة المقاولون العرب ده بالنسبة لمباراة الاهلي ومصر التأمين لو نادي الاهلي ان شاء الله فاز فيها هيتأهل بشكل يعني رسمي للدور النصف النهائي من بطولة دوري السوبر كمان سيدات الطايرة امبارح بعد يعني مباراة قوية ما بينهم وبين سبورتنج وبعد ريمونتادة يعني قوية من لعبات النادي الاهلي قدروا ان هما يحققوا فوز مهم على سبورتنج بثلاثة شواط مقابل شوتين يمكن ان بارح يعني سبورتنج كانت في البداية يعني متقدمة على النادي الاهلي بشوتين مقابل لشيء ولكن رجعوا بعد كده سيدات الطايرة او فتيات اللي دهب دايما زيما يحبوا يلقبوهم جمهير النادي الاهلي رجعوا وتقدموا على سبورتنج بثلاثة شواط مقابل لشوتين ودي كانت تاني مباراة ليهم مع سبورتنج في مرحلة البلاي اوفز او الباس اوف تري ودي مرحلة السيمي فاينل من بطولة كاس مصر كده خلاص يعني بعد ما سيدات اللي طايرة فازوا على سبورتنج في تاني مباراة تأهلوا بشكل رسمي للدور الفاينل او الدور النهائي من بطولة كاس مصر وهيوجه فيها ان شاء الله نادي الصيد كمان رجال طايرة امبارح اقوى فوز مهم على نادي هليابلس في ثلاثة شواط مقابل لشيء ودي كانت تاب وردو يعني ضمن نفسات بطولة اللي دوري وكده بشكل رسمي تأهلوا الماسترز للسيمي فاينل او ايضا الدور النصف النهائي من بطولة دوري الممتاز للكرة اللي طايرة واللي هيوجه فيها ان شاء الله نادي الزمالك ولكن ليسه متحددش موعد الا مباراة يعني هل هيكون يوم ستة وعشرين واليوم سواعشرين من الشهر الجاري فلسه هتحدد من كبل الاتحاد المصري للكرة اللي طايرة وهيبتدي ان شاء الله نادي الاهلي يواجه فيهم نادي الزمالك في مرحلة النصف النهائي من بطولة الدوري كمان النهاردة سيدات اليد ان شاء الله يعني تحت قائد الكابتن نيحيا يوسف عندهم مباراة مهمة مع سبورتنج الساعة اثنين اللي دور ودي هتكون مباراة اللي سيمي فاينل من بطولة كاس مصر ولو ان شاء الله نادي الاهلي نهاردة حقق فيها الفوز هيتأهلوا للمباراة الفاينل بكرة ان شاء الله ولكن لاتنا لم يتم تحديد من الفائز واللي هيواجهه من نادي الاهلي ان شاء الله في مباراة الفاينل استكمال لجميع اخبار الفرق الرياضية كمان خليني اقولك يا كريم وقولك نهواند انه مجلس دارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب الحمد لله يعني وفقه اخيرا على مشاركة الفريق الاول للكرة الطايرة رجال وسيدات على ان هما يشاركوا في بطولة افريقيا للكرة الطايرة بعد ما كانوا يعني مش موافقين او رفضوا ان هما يشاركوا الموسم اللي فات بسبب فيروس كورونا السنة دي الحمد لله يعني الموسم ده وفقه ان هما يشاركوا في بطولة افريقيا يعني ودي هتقام في تونس بالنسبة للرجال هتقام بين يوم خمسة لتمنتاشر من شهر مايو المقبل وكمان سيدات الطايرة هيكون في نفس البلد في تونس ولكن لسه لما يتم تحديد يعني موعد البطولة هتقام من يوم ايه اليوم ايه ولكن ان شاء الله تقريبا هتكون فيه منتصف برضو شهر مايو الا قادم انجدية كريمة انا هوندك كانت كل اخبارنا النهاردة بنسبة لجميع الفرق الرياضية المختلفة داخل النادي الاهلي وطبعا الفوز المهم اللي كان او يعني كذا فوز مبارح كان مهم يعني بنسبة لجميع الفرق النادي الاهلي في مختلف البطولات والان لعودوا مرة اخرى الستوديو الكلمة لك طبعا يا كريم تفضل نشكرك جزيلا شكر زملتنا العزيزة سالة حامد وان شاء الله نشوفك على خير في تغطية جديدة شكرا لك